بعد وصفها بالحكومة الفاشلة اجتماعياً وعلى مستوى الحوار وعلى إثر التعديل الحكومي تساؤلات الشارع المغربي تصل دروتها فبأي حال سيأتينا التعديل الحكومي بما مضى أم بما يتوافق وتطلعات الشعب المغربي ورسمياً ائتلاف أمازيغي يتابع استريمر إلياس المالكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تنقولوا دائماً الله يحفظت البلاد هذه من كل شر إذن فرسان وفارسات المملكة المغربية مرحبا بكم في هذا اللقاء لفي غد واكبو مستجدات الساحة السياسية بالمملكة المغربية الساحة التي يجب أن نوليها اهتماماً كبيراً في حياتنا اليومية وبالتالي يستوجب مننا مواكبة كل أحداث المرتبطة بالساحة السياسية في المملكة المغربية لما لها من أطار على واقعنا اليومي إخواني أخواتي وبناء على هذا الأمر مستمرون في مواكبة التعديل الحكومي هذا التعديل الحكومي الذي يوازيه أو لا توازيه مجموعة من التساؤلات تفرض وجودها في الشارع المغربي الذي يتساءل حول ما إن كانت كان هذا التعديل الحكومي سيأتي بحلول كفيلة من أجل النهوض بالواقع الأسري والواقع المعاشي للمواطن المغربي والنهوض بمستوى الخدمات خصوصاً على مستوى التطبيب وأيضاً على مستوى باقي الخدمات الأخرى وعلى رأسها أيضاً التعليم فإخواني أخواتي مواكبة مننا لهذا التعديل الحكومي اليوم في هذا الفيديو فقد نتكلم عن جموعة هذه الأمور خصصتها في محورين المحور الاجتماعي ومحور الحوار هذا المحور اللي بالضبط فيه قد نتكلم عن معاتبة وزير العدل لعدم دخوله في حوار من طرف عدة جهات معتبرونه ديكتاتور يمارس سياسة إسقاط القوانين سنحاول في هذا المحور أن نعبر عن رأينا في هذا الأمر وأن نضع النقاط على الحروف من أجل إضاح مجموعة من الأمور التي من سبيلها توضيح الرؤية للرأي العام وأيضاً إخواني أخواتي في هذا الفيديو فقد نتكلم على أول تحرك لإتلاف أمازيغي في حق ستريمر أو التيكتوكر إلياس المالكي بعد إهانته للأمازيغ وقبل ذلك ستريمر إلياس المالكي عبر عن اعتداره للأمازيغ في آخر ظهور له فإخواني أخواتي فرسان وفارسات المملكة المغربية المغاربة على مستوى كل الفئات يتطلعون لمستقبل أفضل يتوافق والتطلعات والإمكانات التي أصبحت تتوفر عليها المملكة المغربية ما ينقص خلق هذا النموذج الناجح المنشود من طرف الشارع المغربي هو سياسات حكيمة وإدارة جيدة إدارة تستعمل وتستند على الدراسات قبل دخولها لمشاريع بدل خوضها لمشاريع تنتهي بالفشل أو لا تعطي تلك النتائج المرجوة من طرف الشعب المغربي فالتعديل الحكومي الذي وافق عليه صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي نجدد له الدعاء بالشفاء إن شاء سبحانه وتعالى حفظه جل علاه من كل شر ومن كل مكروه فموافقة صاحب الجلال التعديل الحكومي تخلينا ندخل شوط جديد شوط من التأمل والتطلع في ظل آراء تتوافق حول أن الحكومة حققت مجموعة من الإنجازات لكن هناك فشل دريع اجتماعي على مستوى الشق الاجتماعي فشل دريع على مستوى التغطية الاجتماعية فشل دريع في توفير خدمات على مستوى مجموعة من الخدمات الأساسية على رأس التطبيب فشل دريع على مستوى حل معضلة البطالة وذلك تجسد في مجموعة من السلوكات وتمثلات البطالة على الشعب وعلى رأسها آخر تمثلات للبطالة ولحالة العوز الذي وصل لها الشارع المغربي هي أحداث الفنادق فشل دريع يخلي الشارع المغربي يطرح التساؤلات حول ما إن كانت تعديل الحكومي سيتسبب في مد كم من الأفكار الكفيلة من أجل أن تدفع هذه الحكومة من أجل خوض معارك حقيقية قصد الدخول لقطاعات جديدة قطاعات من شألة توفير الكرامة للمواطن المغربي فشل دريع يحاول رئيس الحكومة إخفاءه بمجموعة من الوعود الوعود التي وعد بها المواطنين قبل 24 ساعة من الآن بخصوص أن الميزانية المخصصة للشق الاجتماعي فيما هو قادم من أيام كلها تصب يعني في الشق الاجتماعي سننتظر إلى أن تنتهي الحكومة يعني من ولايتها وأنا ذاك سنحاسب رئيس الحكومة على سؤاله أنا ذاك سنكون يعني وصلنا إلى إجابات حول التساؤلات التي طرحناها منذ قليل بخصوص الوضع الاجتماعي بكل يعني نواقسه التي ذكرناها خصوصا على مستوى البطالة وتوفير الكرامة وجودة الخدمات خصوصا على مستوى التطبيب ونمشيوا إخواني أخواتي إلى الشق الثاني في هذا الفيديو هو الذي يتعلق برسمنة متابعة استريمر والتيكتوكر إلياس المالكي بحيث أن جهات فاعلة في حق السياسة والثقافة والعمل الجمعوي وأكاديميون اتلاف من 15 شخص أمازيغي تكلفوا بمقاضات المدعو إلياس المالكي كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي على إتر الكلام اللي كان صدر من إلياس المالكي إلياس المالكي اللي خرج وقدم اعتدار واشت الاعتدار غادي القاة آضان سائغة واشت الاعتدار كافي واش إلياس المالكي لا يعي ما يقول أو لا فعلا يعي ما يقول واش إلياس المالكي يعني مقاضاته سيعطيه درسا أو معلومات حول يعني ما يقوله من كلام بحيث أن الشخص يعني إلياس المالكي لا نراه يستفيد سرعان ما يعود إلى نفس الأخطاء الشفوية للأخطاء اللي كتجي نتيجة الارتجالية ونتيجة الحديث بطريقة ارتجالية دون يعني إدراك ما هي القول على أين فهد الأشخاص يعني قاضوا إلياس المالكي ووضعوا لي شيكاية عند وكيل المالك بمدينة الرباط إلى هنا إخوان وأخوة جيد الختام دياله اللقاء ختامنا نتمنى لكم الحظ والعافية والسلام